اشتركوا في القناة وزير البيئة والصيد اختتم جولة ميدانية التي شملت أربع قليم جنوبية السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونعتذر لهذا التأخير الخارج عن الإرادة أطلق صباح اليوم بفندق هيلتون القايد العام للقوات المسلحة الشادية الفريق أول إبراهيم سعيد عمل الاجتماع التمهدي على مستوى الخبراء وزراء الدفاع وقادة القوات المسلحة لدول حوض بحير الشاد تقرير محمد أثمان بشئير إن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات السنوية لوزراء الدفاع وقادة القوات المسلحة لدول حوض بحير الشاد المعروف بسي بي التي ويوقد هذا الاجتماع على مستوى الخبراء في مجالاتها لسخبارات الأسكرية والمكلفين بأمن دول لجنة حوض بحير الشاد تمهيدا لتلك الاجتماعات التي ستعقد فيما بين قادة القوات المسلحة لدول اللجنة وجمهورية البنين على أن يعتمد مخرجات هذا الاجتماع في الاجتماع الأخير الذي سيضم وزراء الدفاع لدول اللجنة وجمهورية البنين حيث من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع أرض حصيلة عمل اللجنة على مستوى القوات المشتركة متعددة الجنسيات لدول لجنة حوض بحير الشاد سبع التير خلال هذا العام الذي قرب على نهايةه وكذا اعتماد خطة عمل للعام الذي يليه هذا الاجتماع الذي جاء على مستوى الخبراء سمح لقائد القوات المشتركة متعددة الجنسيات للجنة دول حوض بحير الشاد النائب العميد موسى محمد جويه حيث أوجز في ثناء حديث أهم ما قدم من قبل القوات المشتركة متعددة الجنسيات خلال هذا العام خاصة فيما يخص أمن دول اللجنة وقضية محاربة بوكو حرام قائد القوات المسلحة الشادية فريق أول إبراهيم محمد سعيد وخلال كلمته الافتتاحية أثنى على ما تم تقديمه من إنجازات من قبل القوات المشتركة متعددة الجنسيات بلجنة حوض بحير الشاد خلال هذا العام وأكد على أنه يأمل في أن يكون نتائج هذا الاجتماع كما هو متوقع وتستمر سلسلة هذه الاجتماعات لثلاثة أيام ابتداء من هذا الاجتماع بفندق هيلتون على مزكرة التفاهم بين وزارة الثروة الحيوانية ومجموعة المناع ومجموعة السودانية لتلقيح الاصطناعي وبموجب هذه الاتفاقية اتفقت الأطراف الثلاثة على الشراكة التقنية والمالية لتنفيذ البرامج المتعلقة بالثروة الحيوانية تقرير آدم حسن المكاوي تقرير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ومجموعة المناع والمجموعة السودانية للتلقيح الاصطناعي وقعت الأطراف الثلاث على مذكرة التفاهم اتفقت فيها على شراكة ستسهم في تحقيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بتثمين اقطاع الثروة الحيوانية شراكة الأطراف الثلاثة هذه تترجم مساء الخطة الوطنية للتنمية التي تم طرحها خلال اجتماعات الطاولة المستديرة بباريس وملتقى الإمارات شاد للاستثمار معروف للجميع بأن أكبر سروة حائلية من الوطنية الأطراف الثلاثة التالية وهذا السروة الهائلة كما ذكر وضع الخامطة الوطنية وكانت وجهاته واضحة إلى رجال العمال بأن يسلقوا هذا المسلك ونساعموا يداً ضجة مع كل الشركة والأراضة لتنمية وتطوير هذا المجال وتشمل هذه الاتفاقية العديد من الأهداف والخدمات إن شاء الله يكون فيه تباب قوي جداً يكون فيه تدريب التشاد هنا يكون فيه ارتعاس لكواد التشادية لتدريب السودان إن شاء الله نتمنى أنه أقرب وقت أنه أهلنا في التشاد يلمسوا نتيجة فعلية على أرض الواقع لاتفاقية اليوم ونذكر بأن توقع الاتفاقية كان بين وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني محمد النظيف يوسف ورئيس مجلس إدارة مجموعة المناع بكر طاهر موسى والمدير العام لمجموعة شركات التلقيح الاصطناعي السودانية عامر حمد المنوفي اختتم وزير البيئة والصيد أحمد محمد أنبدو جولته التفاقدية حول الحفاظ على البيئة في أربع أقاليم جنوبي البلاد تقرير حمد محمد في طريق عودته نحو العاصمة الجمينة بعد أن أنهى جولته المدانية التي شملت قليمي لوغون القربي والشرقي وشاري الأوسط ومندل توقف الوفد الحكومي بقيادة وزير البيئة والصيد أحمد أنبدو عند مدينة كوندول حيث صدرت كيزة الأمن وحماية القابات سلاسة مراكب محملة بالحطب على ضفاف نهري شاري في طريقها نحو المدينة مسؤول مركز دار كوندول عمر إسحاق كشف بأن عملية ضبط الحطب المهرب كانت نوعية نفزتها أكهزة الأمن المركزي بالتعاون مع شرطة حماية القابات من جهات وزير البيئة والصيد أحمد أنبدو محمد وعاقب تفاقوده رفقة المسؤولين حجم الكمية الكبيرة من الحطب المحمل في المراكب السلاسة قال بأن ذلك يعد خرقا للقانون العام في الدولة وكذا توجهات الرئيس الجمهورية إدريسا ديبيتنو والداعية إلى الحفاظ على البيئة الكاذية حتى في قدرده وتقريبا كله ليين قطوة وجابه في ألم أننا تقريبا أشر يوم نحج في المشكلة هنا أتب ولا يندينا يابس ولا يندينا أتب ليين كله ممنوع شي ما يجد كله في أرلالوا يصو يوضع أماليات زيدة هذا والإشارة فقط شهدت جولة وزير البيئة والصيد إجراء عدة لقاءات مع حكام لقاليم وجهات رسمية ومدرجة تناولت ضرورة احترام قوارين الدولة وحماية لقابات جنوب البلاد إليكم هذا الخبر الذي وصلنا للتوى بهدف التباحس حول الإجراءات الأخيرة التي تخذتها الحكومة الأمريكية حول منع دخول المواطنين تشاديين في الأراضي الأمريكية فقد استقبل صباح اليوم رئيس الحكومة فاهمي باتاكي ألبير وفدا أمريكيا يزور البلاد تقرير حسن دربود وفد أمريكي رفيق المستوى وصل إلى البلاد يترعسه مايكل سكارد ديفل جاء الوفد لتباحث مع المسؤولين الجاديين حول قلافات وجه النظر في مرسوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد تروم حول مسألة دمج جارد إلى قائمة الدول التي منعت من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه اللجنة الفنية الأمريكية جاءت إلى جارد وتباحثت مع المسؤولين الجاديين حول هذا الموضوع ولكن من قلال محادثاتها مع الجاديين اللجنة كانت مكتفية بهذه المحادثات وجاء الوفد للقائه مع رئيس الوزراء فاهمي فتاكي البير وذلك بخضور بعض من عضاء الحكومة وسفير جاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية والأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء وكان يرافق الوفد الأمريكي سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد سعادة كيتا باسي وعقب اللقاء أكد رئيس الوفد مايكل سكار ديفيل بأنه كان في منتهى السرور بلقائه مع المسؤولين الجاديين ومع رئيس الوزراء حيث كان لقائه بانا ومسمر الذي يصبه في حزن العلاقات المتميزة بين البلدين وأنه سيوصل هذا التقرير لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية للعدول في قراره الذي اتخذ في شأن شاد وعضافت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد سعادة كيتا باسي قالت علاقة شاد وبلادها في غاية الاتياز وأن شاد والولايات المتحدة تربطهم علاقات أزلية متميزة والآن هو خلاف فني ولا يعثر في علاقتنا مع شاد العلاقات مستمرة وستستمر ترجمة نانسي قنقر